موسيقى يلا بنا يا شباب نكمل الجزء الثاني في شابتر 2 في يونيت 3 اللي بيكلمني عن الاسدز اند بيزيس اسدز ان بيزيس يا مستر محمد اه اسدز ان بيزيس في الاول كده على شنقات النقدك واحدة واحدة تفهم كل جزء يخص الاسدز ويخص البيزيس محتاج اعمل ايه مستر محمد اولا عايز اعرف مستر محمد الاسدز والبيزيس بس تخدمكم في اصناعات ايه مثلا قالولنا ان الاسد بيدخل في اصناعات الفيرتلايزرز في اصناعات مخصبات التربة او الاسميدة نمبر 2 الميديسنز في ادوية كتير بيدخل في اصناعاتها الاسدز زي الكالرينيك اسد اللي هو الاسد الخاص بالانتيبيوتك سمع سلام الاسدز بيدخل في صناعات البلاستيك ودي هنعرفها ان شاء الله في تلت سنة وفي الارجانيك كاميستري الكار باتريز الكار باتريز يحب بيبقى فيها موجود جواها اسمه سالفوريك اسد يبقى كده الاسدز فعلا بدخلت في صناعات الكار باتريز نمبر 5 الاكسبلوسيفز او المواد المتفجرة اشهر مادة متفجرة واقدمها في التاريخ هي التي ان تي اللي هو البودر او البرود بتاع الديناميت حلو التي النتي ده مستر محمد اسمه بالكاميستري بيكريك اسد يعني كده فعلا الاكسبلوسيفز بصماعك عن طريق الاسدز يبقى كانت عندك 5 يوزيس او اسدز اولهم فرتلايزرز تاني حاجة عندك الماديسينز تالت حاجة بلاستيك رابع حاجة كار باتريز واخر حاجة نمبر 5 اكسبلوسيفز ده بالنسبة للاسدز خش على الاندستريال يوزيس او بيز الصناعات اللي البيزز بتدخل فيها قالونا اول حاجة السوب الصابون تاني حاجة البيزز دخلت في صناعتها او المنظفات تالت حاجة الدايز او الاسباغ سبغات يعني وربع حاجة برضو الماديسينز يبدا خدت بالك ان الماديسينز مشترك ما بين الاسدز وما بين البيزز يبقى كده الاسد والبيزز بيدخلوا في صناعة الماديسينز عندك 4 يوزيس للبيزز لقونهم تاني سوب صابون منظفات سبغات كده كويس اول تعالى نشوف البرودكت اللي حوالينا المنتجات اللي حوالينا اللي داخل فيها اسدز ولي داخل فيها بيزز نشوف ايه الحاجة اللي حوالينا ويه البيزز اللي فيها فيمسك اول حاجة شاب نشوف ان عندك السوب السابون ايه البيزز اللي داخل في صناعته اللي البيزز اللي داخل في صناعتها هو السوديام ن اي او اتش كلام جميل تاني حاجة البيكنج سودا ودي البيكنج باودر ايه البيزر اللي داخل في صناعتها قل السوديام بيكاربونات سوديام ايه بيكاربونات اتش سي او ثري ثانت حاجة مستر محمد الووشنج سودا ايه بقى هي الووشنج سودا دي يا ابراهيم الووشنج سودا دي يا ابراهيم ايام زمان ايام قبل ما يخترعوا ثلاثة المية ومعالجات المية والكلام دا كله كانت المية بتاعت مطروح والخط بتاع الساحل دا كله المية دي مكادش بتتشرب وغير انها بتتشربش كمان كلمنا اي حد يستخدمها في الجسيل تمام انت لو خدت بالك وانت في مطروح او انت في الساحل ولا حاجة وحاولت تغسل ايدك بالمية بتاعت الحنفية بتلاقي المية اصلا ما بتراجيش كويس ما بتراجيش كويس تمام طب يعملوا ايه المشكلة زمان دا مستر محمد قالك انه بيضيفه على خزنات المية حاجة اسمها الووشنج سودا ليه؟ لان في بيض موجود فيها اسمه هايدريتت سوديم كربونيت طب السوديم كربونيت احنا عارفت من السوديم كربونيت ان ايه؟ تو سي او سري دا سوديم كربونيت ايه بقى كلمة هايدريتد؟ هايدريتد ني يعني معها مية دوت اتش تو او مضاف اليها مية تمام يبدل دول كده اللي متوجدين في اشهر الحاجات اللي حوالينا سوب بيكينج سودا سودا برضو يا مستر محمد خش على الاسدز ايه الحاجات اللي حاولينا فيها اسدز؟ اولا يا شباب الاسدك بلانت الاسدك بلانت شباب اللي هي الموالحها حاجة زي الليمون اورنج توميتو وهكذا موجود فيهم اسدز تو اسدز مشهورين موجودين جوه الاسدك بلانت السيتريك اسد وتانيهم السكوربك اسد اللي بيدخوا في تركيب الفيتامين سي يباك في تو اسدز موجودين في الاسدك بلانت او الموالح او النباتات الحمضية اللي بيقولوا في الدول العربية السيتريك بلانت او سيتريك اسدز ده اول اسد موجود في الاسدك بلانت وتاني حاجة السكوربك اسد حلو الديري برودكت سامستر محمد منتقات الالبان ميلك ويوجرت موجود فيهم اسد اسمه ايه؟ مشهور جدا اسمه لاكتيك اسد لذلك بنسمي المنتقات بتاعتنا نثبتا ليه زي لاكتيل وهكذا يباك كده عندك الديري برودكت ميلك ويوجرت زي ميلك واليوجرت موجود فيهم اسد اسمه لاكتيك اسد خش على السوفت درينكس سوفت درينكس مستر محمد الليه المقصود بيها المياه الغازية بيبسي وهكذا بيدخل في اسماعة السوفت درينكس اسدز ده الاول والتاني اسمه فوسفوريك اسد يباك كده عندك الاسدك بلانت فيهم تو اسدز سيتريك اسكوربك اسدز تاني حاجة ديري برودكت زي الميلك واليوجرت فيهم اسد اسمه لاكتيك اسد اخر حاجة سوفت درينكس فيهم تو اسدز كاربونيك اند فوسفوريك دور كده مستر محمد اشهر الحاجات اللي حواليه اللي فيهم اسدز تاعش هم نعمل كده لطيفة بين الاسدز والبيزيس على حسب المعلومات اللي احنا عارفينها من ايام زمان اكوردنج دو تيست منسبة للطعم انا عارف ان الاسدز لي ساور تيست اللي هو الطعم الحادئ او الطعم الميزيس بلوجيتنا العامية حلو الكلام او الطعم اللازع يبقى كده الاسدز ليها ساور تيست ولكن البيز ليها بتر تيست اللي هو الطعم المر او الطعم القابض تمام كده كلام حلو قوي وش على اللي بعده انا عارف ان هنا قد كده ان الليتمس بيبر بتقصر على الاسد وتخلي لونها رد ولكن انا عارف ان نفس الليتمس بيبر بتقصر على البيز وتخلي لونها بلو تمام تاني جزئية مهمة تحفوش على الرياكشن ما قول جودية الرياكشن دي شابا الاسدز بيريكت مع الاكتف متل زي الزينك انت عندك الزينك ده اكتف متل كلام جميل الزينك اكتف متل هيريكت مع الاسدز وينتج ايه قال لي ينتج سولت ينتج سولت يا مستر محمد وي تاني قال لي ويطلع الهايدروجين جاز ازاي اقولك ازاي بص يا بش انت عندك الزينك ده اكتف متل والفيلمس التاعته بوزتيف 2 والهايدروجين بوزتيف 1 كلورايد ميجاتف 1 بمنتهى الهدوء الزينك هنا لما يتفاعل مع اله سي ال ينجازب للبوزتيف اللي زيه لا طبعا ينجازب للنيجاتف ويكون لك زد ان سي ال بس عشان قتل الزينك بوزتيف 2 والكلورايد ميجاتف 1 في مبدل بيبقى زد ان سي ال 2 تمام؟ ويبقى عندك الهايدروجين بيطلع الهايدروجين بره في سورة جاز بس الهايدروجين ما ينفعش يطلع في سورة اتش واحدة بيطلع في سورة اتش 2 ولذلك هنحطونا هنا 2 عشان نعمل بالانس للاكويتش يبقى كده الاسدز لما هتفاعل مع اكتيف ميتل بيتكون عندك سولت وهايدروجين جاز تمام؟ تاني حاجة الاسدز لما هتفاعل مع اي حاجة فيها كاربونات او بي كاربونات بتنتج عندك السولت وووتر وكاربون دايكسايد جاز دي مهمة جدا 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 لازم تكون عارفها ان انت عندك الاسدز لما بتتفاعل مع كاربونات او اي حاجة فيها كاربونات او بي كاربونات بتنتج عندك نفس الكلام سولت بتنتج عندك ووتر واخر حاجة ايه هيمة دايكسايد طب ابراهيم اشهر كيميكا الرياكشن بين الاسد والبيزيز تفتكر اسمه ايه الرياكشن ده؟ بين اسد والبيزيز كان اسمه نيوترالايزيزيشن كان الرياكشن بين اسد عشان ينتج لك ايه ابراهيم؟ لا نوع عليك احش زي الني او اتش كده والاتش ان اسري امتاج لك ان اسري ده سولت والاتش تو او دي الووتر اقوعة بقى حد يكون فاكر ان السولت هو عبارة عن ان اسل بس لا السولت مش ان اسل السولت دي عيلا كبيرة جدا 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 مش شرط يكون ان اسل ده المقصود بكلمة سولت نخش على الحتة اللي بعد كده نتكلم على ايه مستر محمد ونتكلم بقى على اراء العلماء على الاسد والبيزيز خدنا ابراهيم ونجحنا بقلت الزمان معنا وقعدنا في قاعة مؤتمرات كبيرة اللي احنا بنقعد فيها من زماننا وبدأنا من احنا نتكلم مع العلماء وناخد اراءهم علشان نقدر نشوف رأي العلماء عن الاسد والبيزيز يبقى لازم نحط كلام منطقي كويس جدا عن الاسد والبيزيز يا مستر محمد حلو فبقى ان ايه ابراهيم ناخد اراء العلماء طلع عندنا ثلاث اراء مهمين اول حلو اول مستر محمد اول رأي بتاع علم اسمه اسم ايه ابراهيم اول علم ارهينيوس ده اللي هناخد رأيه وهو احنا على كده على فقاعة المؤتمرات وقاعدين على التراويزة الكبيرة اما قاعد وابراهيم قاعد جملي وبدأنا نمسك المايك ونسمع كلام علم عالم فكان عندنا ارهينيوس وعندنا اتنين مع بعض زملاء برونستد برونستد ومين يا هيوه برونستد ومين يا هيوه برونستد ومين يا وحش برونستد ودولي دول الاتنين مع بعض تمام؟ بيقدموا نفس الافكار محدش يقدر يفراموهم عن بعض خالص تمام؟ زي الفل نخش على العالم الثالث وهو لاوز حلو الكلام يبدأ لنا عمدي ارهينيوس برونستد ولوري ولاوز دول هاخد اراءهم واسمع كلامهم بيقولوا ايه عن الاسد والبيزيس فكان كلام ارهينيوس اول ما ام يكلم عن الاسد قلت له بص يا ارهينيوس انا انامي اقließ بشيء بسيطه ولطيفه اه قالي ايه هي BB قلت له ان حنا هنسمي كلام اللي انت هتقوله عن الاسد تقوله عن الاسد باسمك هنقول قلت لي هاك يا بريم افضل ارهينيوس قال لي مستر محمد لو عندي حاجة زي الاتش سي ال. اتش سي ال. وده وبتاع في المعين. تروا تمام? قال لي هيطلع عندي اتش بوزتيف. وسي ال ميجاتف. تمام? مزبوط. تعالى ما ياخد حاجة زي الاتش. سي ال او فور. ده لما يدوب في المعين هتطلع اتش بوزتيف. بلاس سي ال او فور. تمام? اتش تو اتش او فور. لما يدوب في المية ممكن يطلع هيدروجينا واحدة او اتنين. تمام? لو طلع هيدروجينا واحدة مستر محمد اتش بوزتيف واحدة يبقى الاتش التانية مع الاتش او فور وتعمل لك حاجة اسمها بي سالفيت جروب او هيدروجين سالفيت جروب. المهم. ماشي ارهيبيس. ماذا بعد? انجز عشان نخلص. قال لي ما هو ده رأيي عن الاسد. ان الاسد. مادة بتدفن وتديني هيدروجين ايون. يبقى سالفيت جروب اتش بوزتيف واحدة هيدروجين ايون. زي ما حصل هنا بالنسبة لله سيل تلعت هيدروجين ايون. بالنسبة لله سيل او فور تلعت هيدروجين ايون. بالنسبة لله سيل او فور تلعب برضو هيدروجين ايون. كده اريهينيس اوكي. تقامل مستر محمد. كده الاسدز تمام. وجهت نظرك ايه اريهينيس عن البيزيس. قال لي بصها مستر محمد وجهت نظر عن البيزيس لطيفة قوي. كنت لو قولي يعمل حج. شايف ايه عن البيزيس? قال لي البيزيس. سابستانت زي الاني او اتش. لما دوبة في الووتر. تطلع اني اي بوزيطيف او اتش نيجاتيف. تمام? قال لي زي الكي او اتش. لما دوبة في الووتر تطلع كي بوزيطيف بلاس او اتش نيجاتيف. تمام? سابستانت زي محمد زي البريم هيدروكسايد بي اي او اتش باي تو. تطلع بي اي بوزيطيف تو بلاس تو او اتش. نيجاتيف اشان انت عنا كان في تو او اتش. فلازم يطلعوا تو. تمام اريهينيس ما علينا. قال لي ده برضو كوجية تنظري عن البيز. البيز سابستانسيز. ذات ايونايزي دي انووتر. المرة دي. قال لي تو جيب هيدروكسايد اي او تو جيب نيجاتيف هيدروكسايد اي. يبقى البيز من وجهة نظر الاريهينيس. سابستانسيز. ذات ايونايز. انووتر تو جيب هيدروكسايد ايون. او تو جيب وان او مور نيجاتيف هيدروكسايد ايون يا مستر محمد. بتلو تمام اريهينيس بس هنا انا عايز اخرقك في حاجة. قالت فضل يا مستر محمد. بتلو بص يا اريهينيس ببقى اني حبا نقيمك هنا وموجودين منك كلامك عشان دلها هيتحط في كتب الكيميستري على كده. انت وجه تنظرك يا اريهينيس ان اي سابستانسيز موجود فيها هيدروجين وبيطلع في سورة ايونز في الووتر ده اسد. واي سابستانسي فيها اويتش وبيطلع في سورة ايونز في الووتر فده كده بيز. قال لي مزبوط. بتلو تمبص اريهينيس في حتة هنا مهمة جدا عايزت تسمعها. قال لي ايه هي? قلت له حاجة زي كاربون دايوكسايد. من وين جيت نظرك? ده اسد ولا بيز? قال لي فيها هيدروجين قلت له لا. قال لي يبقى مش اسد. قال لي فيها اويتش قلت له لأ. قال لي يبقى مش بيز. قلتها بما تجين ديبقى في المية. قال لي يلا. ودوبناها في الاتش تو او. ايه اللي طلع? بص بقى. طلع عنك اتش تو. تماه? وخد السي وجمع على كده لقو مع بعض. يبقى اتش تو سي او سري. طلع اريينيس انت عارف الكمباوند اللي طلع ده اسمه ايه? قال لي اسمه ايه? قلت له اسمه كاربونيك اسد. اللي موجود في السوفت درينكس. اسمه كاربونيك اسد يا مستر محمد. طب حلو. يعني كده مفيهاش سورس هايدروجين. ماند ما فيهاش مصدر للهايدروجين. ولكن لما ده وقت في المية طلعت هايدروجين جاز يا مستر محمد. طلعت هايدروجين جاز يبقى زي الفول او طلعت سوري اسدز يبقى ازا دي عبارة عن سي او تو ده في المية طلع اسد وده عكس كلام اريينيس ما فيهوش سورس اوف هايدروجين. نفش على الامونيا بسرعة. حاجة زي ال اريينيس بالنسبة لك دي اسد ولا بيز. قال لي بالنسبة لي. قلت له ايه سوسكوت. يا مفر ازراع. هتلاقي فيها هايدروجين. تقول لي اسد. قال لي اه. بتقول لا ما تتكلمش. دوب في مية. فدوب في مية. قلت له عالك لما دوب في مية ايه اللي يحصل? قال لي ايه? قلت له ال ايه تاخد هايدروجين. وهتحول تبقى ايه تاخد هايدروجين زيادة يعني. تم? والسري دي بديد واحدة. هتديد واحدة تبقى ايه تبقى ايه تبقى لك ايه المية? المية كانت ايه او ايه. الهايدروجينة دي راحت للامونيا. ابقى عندك او ايه. طلع او ايه. الله ده الامونيا ده ابت في المية. اه وطلعت او ايه يبقى الامونيا بيز وللاسف اريينيس ما اعتبرهاش بيز. ودي غلطة اريينيس. فاعتباره السي او تو. كذلك الكمباوند زي الكربون دايكسايد اللي بيدروجهمية ويمتاجه اسد وم اعتبرهمش اسد. نتيجة لعدم موجود السورس او هايدروجين ايون جواهم. وكذلك الاني اتش اسري ما اعتبرهاش بيز. نتيجة لعدم موجود ال او اتش او الهايدروجين ايون فيهم. ده كده يا شباب اريينيس ندخل على رونستيد ولوري. طيب يا شباب نتكلم على نظرية التانية الخاصة ببرونستيد وخاصة بلوري. في رونستيد ولوري اللي محدش يفرقوا مع بعض خالص دول. قالوا ايه عن الاسد وقالوا ايه عن البيز. احنا بس شباب قبل نفكش في جوزئيه ببرونستيد ولوري. احنا مكرمنا على اريينيس. اريينيس قال الاسد صابستانستيدي اتش. والبيز صابستانستيدي او اتش. تمام? كلام مزبوط. برونستيد ولوري رأيون عن الاسد وعن البيز يا مستر محمد. بص بقى شباب. برونستيد ولوري قالوا والله يا مستر محمد. احنا شايفين ان الاسد برضو زي ما اريينيس قال. الاسد صابستانست هتدي اتش لما تدوب او مش حاطة لما تدوب في المياه. صابستانستيدي اتش تمام. يبقى هناخد اكزامبل? يلا مستر محمد ناخد اكزامبل. تعال نشوف حاجة زي الاتش. سي ال. بلاس ووتر. اتش تو او. تمام? ايه اللي يحصل? قال لي هنا مستر محمد ده. الاتش سي ال هيطلع هيدروجين في الووتر. يعني هيطلع في صورة اتش. او الهايدروجين ده مستر محمد تروح للمياه. فمدل ما المياه اتش تو او. تبقى اتش سري او. ومعليش هزود لي البوزطر بتاعت الهايدروجين. واسمع هيدرونيام ايون يا ابراهيم. تفتكيرها الهايدرونيام ايون دي. لما حسناك متاعها في تالتة في الاكوليبريا والقصة دي كلها. الله يعني عليك هي الحتة دي. طيب. مش الاتش سي ال يا ابراهيم. ان ده اتش للمياه. ايه اللي تبقى عمك هيما. تطلع. هبقى من هنا اللي اده لهايدروجين. مين اللي اللي اده لهايدروجين يا ابراهيم? يبقى ده الاسد بالنسبة لبرونيسيد ولوري. دونات. عمل دونات او عمل لهايدروجين. بس خبها لك عمل او لهايدروجين. يبقى هزا هو اسد. والهايدروجين ممكن نسميهم باسم بروتون. يبقى كده عندك الهايدروجين يقيم ما اسمه هيدروجين ايون او بروتون. يقيم ما بنكتب H3O positive اللي هو الهايدرونيوم ايون. تمام يبقى كده ال HCL من وجهة نظر برونس الولوري اسد. وال H2O دي بقى اللي خانية ال H يا ابراهيم. خانية ال H. يبقى كده ال H2O دي بالنسبة لبرونس الولوري. طب رحيم قال لي خلاص. يبقى ال H2O من وجهة برونس الولوري على طول بيز. قلت له الهد ازبر. ازبر. استعجلش. يخربت وجهة الدماء. خشت على بعض. فابراهيم قال لي ليه اللي يحصل. قلت له ال NH3. لما تدوب في الماية. بص بقى ابراهيم من الحتة اللي جاية دي. فاكن لما تقول لك تكتب الماية في سورة H. و O H. تروح الهايدروجين لل NH3. وتطلع في سورة NH كامل. بدل NH3 تبقى NH positive. ويالي تبقى لك من الماية بقى هيما? ال O وال H negative. طب ايبراهيم مين هنا اللي تبقى هيدروجين? يبقى هي الاسد بالنسبة لبرونس الولوري. وين اللي خد هيدروجين? ال NH3 بقت NH4 بل NH3 دي الباز بالنسبة لبرونس الولوري. يبقى كده يبقى نلخص برونس الولوري. برونس الولوري قاله الاسد عبارة عن سابستانس الاخر نلخص. تدي اتش اسد. تاخد اتش بيز. اريهينيس قال الاسد. تدي اتش ده الاسد. تدي اتش ده الاسد. تدي اتش ده البيز بالنسبة لاريهينيس. كده خلصنا لوري وخلصنا اريهينيس. يلا نكش على البعض يا مستر محمد. مين اللي بعده? لويز. لويز بقى مستر محمد حبي يكون هو المحنك سيكا فيهم. ليه? قال لا مستر محمد انا مش همشي زي الناس دي. ما همشي عكسهم. قلت له يا برونستيت. ليه قصدي يا ليوز? انت غوي فرهادة. قال لي اه. انا كليوز انا هتكلم عن الاسد. وهتكلم عن البيز من وجهة نظر الالكترونز. قلت له الله يا خرب بتواجع الدماغ. ورينا يا عم ليوز. قال لي مش كل اللي قبلية قالوا ان الاسد هو اللي بيدي. قلت له تمام. قال لي لا انا هنا هعكس. لما اني كاريزمة. وما اني انا اللي هكون المحنك اللي فيه. فحاجة زي الاتش بوزيتف بلاس اف نيجاتيف. انت فهمت ايه هنا? فهمت ان الهايدروجين عليه بوزيتف شارج. يعني عليه زيادة في الالكترونز ولا نقص في الالكترونز. لا مفيش عنده الالكترونز كتير. نتيجة لتكون البوزيتف شارج. على عكس الفيلورايد. الفيلورايد. نتيجة اللي قولي انها تفيتشارج عليها. يعني هي موجود عليها وفرة في الالكترونز زي مستر محمد. اللي تلعولك اتش اف. يعني كده. الف فدت الاتش الكترونز. طب مين اللي خد الالكترونز? الاتش. ولوز حبي يكون محنك. يعني اذا شايف ان السابستانس اللي تاخد بقى المرة دي مش تدي هي الاسد. يبقى كده الاسد من وجهة نظر لوز سابستانس. ذات اكسيبت. وان لوم بير اوف الكترون او لوم بير اوف الكترون او مور. يبقى الاتش دي هتبقى الاسد بالنسبة الليوز لانها سابستانس ذات اكسيبت لوم بير اوف الكترون او مور. ولكن البيز الاف ده عمل دونات عمل كان بيبرع او بيدي الاتش الكترونيب. البيز من وجهة نظر لوز سابستانس ذات دونات او جيف لوم بير اوف الكترون او مور. حب ان هو يكون محنك وينصف البيز شوية عن البقين اللي قابله. تمام يا شباب كده احنا خلصنا ارهينيس خلصنا برونيسد ولوري وخلصنا لوز اسد اند لوز بيز يا شباب. تمام? نتقابل في الجزء اللي بعد كده.